أيها الأحبة نحن في رحابي أيام سنستقبل شهر محرم الحرام شهر الشهادة والتضحية والدم شهر الحسين ومظلومية الحسين أعتقد كل شبابنا الآن وفتياتنا وعوائلنا يستعدون على أن شون يحيون مجالس أبي عبد الله الحسين شون يقومون بواجباتهم اتجاه سيد الشهداء صلى الله عليه وسلم في إحياء مظلوميته واستذكار قضيته فخوش فرصة أنصافاً فرصة طيبة لنا جميعاً الشهران القادمان شهر محرم وصفر فرصة ممتازة أن شلون نراقب أنفسنا أكثر كما أننا في محرم الحرام شوفوا كما أننا في محرم الحرام ما نسوي أعمال فرح وما نعمل أعمال اللي هي فيها سرور وعلي حاله عرس وكذا لأنه سيد الشهداء مستشهد واحنا علي حال الريد نحتفي به شهادته ونواسي أهل البيت ونلبس السواد وما نلبس أشياء أخرى هذا الجو الذي يحكمنا وهو الجو الحزن والمصاب على سيد الشهداء هو جو وبيئة مناسبة على أن نراقب أنفسنا أكثر وموسم طيب الإنسان يمر في موسم يراقب نفسه يراقب عينه يراقب وضعه يراقب تصرفاته إن شاء الله نطلع من شهر محرم وصفر ونحن حسينيين بكل معنى الكلمة شوني بمعنى حسينيين بمعنى الكلمة أن نكون بعيدين عن الغلط بعيدين عن الوهتان بعيدين عن الفساد بعيدين عن التسيب الأخلاقي هذا اللي يحتاجه الإنسان الحسيني الحقيقي إن شاء الله في محرم عندنا كلام معاكم في هذا المجال إن شاء الله تعالى